لم يخالف الفيدرالي الامريكي توقعات المحللين واعلن عن استمراره في تمني نهج تحفيزي على مستوى السياسة النقدية حتى الخروج من الازمة الحالية التي اجتاحت الاقتصاد الامريكي والناتجة من تأثيرات انتشار فيروس كورونا الفيدرالي اكد على دعمه الكامل للاقتصاد الامريكي بعد ابقائه على اسعار الفائدة عند نفس المستويات 0.25% مع تعهده بعدم تغييرها حتى العام 2023 بالاضافة لدعم تدفق الاعتمان الى الشركات من خلال شراء سندات الخزانة دعم الفيدرالي يأتي في وقت حساس قبيل الانتخابات الامريكية في نوفمبر مما قد يعزز تعافي الاقتصاد الامريكي بوتيرة اسرع من المتوقع حيث اكد الفيدرالي على مراقبته لبيانات التوظيف والتضخم وضمان تعافي الاقتصاد الامريكي والحد من تأثير كورونا على الاقتصاد فعلى الرغم من تحسن البيانات في الفترة الاخيرة بعد ارتفاع معدل نمو الوظائف من جديد وحفاظ انفاق المستهلكين على حالة من الاستقرار الا ان الفيدرالي الامريكي يطمح للعودة لمستويات ما قبل كورونا عندما كانت معدلات البطالة الادنى منذ خمسون عاما